السلام عليكم أسعد الله مساكم كالخير جماعة نقدروا نقول إن هالفيديو تابع لأخر فيديو سويته بعطيكم بعض التسهيلات اللي بتسهل عليكم استخدام التليفون أو استخدام البرامج طبعا الكل يعرف أول صفحة موجودة في الآيفون سواء يمين أو يسار على حسب لغة الجهاز هذه أنا سميها صفحة الاختصارات هذه الصفحة تسهلك وايد أمور في الآيفون أو في البرامج الحين بعلمكم عليها طبعا مثل ما تشوفون هاي الاختصارات اللي أنا حاطة عندي البرامج الأكثر استخداما درجة الحرارة البطارية برامج الصلاة إيش لون تضيف أو تحذف أو تعدل مثلا على البرامج اللي موجودة عندك هني تنزل تحت الإدت بيجيب لك كل برامج اللي موجودة عندك في الآيفون ان تختار البرامج اللي تهبيه أوكي بعد ما تختار البرامج لحين بعطيك أمثلة على الأشياء اللي أنا حاطة مثلا مدة استخدام الشاشة جايب لي مثلا في اليوم كامل استخدمت تليفون أربع ساعات وخمسة وثلاثين دقيقة أكثر شي نتفليكس وإنستجرام مثلا أوقات الصلاة تريد شوف مثلا متى يأذن العشاء العصر مو بلازم تدوش البرامج لا كلها لك مثلا تسحب الشاشة يسار شوف مثلا جيب لك كل الأوقات تحت ويجيب لك كم باقي بالساعة أو الدقائق على الصلاة الجاية مثلا البطارية جيب لك كم شاحن تليفونك الأبل ووتش الإيربوتس أي شيء انت شابك في التليفون عندك بعد درجة الحرارة زينا الحين بضيف برنامج ويجيب لك أكثر من خبر تضغط على السهم الموجودة هنا بيجيب لك باقي الأخبار مثلا هاي آخر الأخبار هنا مثلا بتكون الصفحة بهذا الشكل إذا تريد شوف أوقات الصلاة كلا عليك انك تضغط السهم وتفتح عندك الصفحة نفس الشي حق كل الاختصارات وللعلم تقدر تشوف صفحة الاختصارات من هالصفحة يعني ما بلازم تفتح تليفونك في شكل كامل كلا عليك انك تسحب يمين أو يسار على حسب لغة تليفونك أنا تليفوني بالإنجليزي بس حبي سار بيجيب لي صفحة الاختصارات هنا وهي نهاية الشرحين اليوم إن شاء اللهكم استفدتم منه ويعطيكم العافية السلام عليكم ورحمة الله